بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير والصحة ودائما والعافية والسلام والحفظ يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم تحصرنا بدن عزتي وجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا ينموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء بلطفك يا لاطف إنك على كل شيء قدير حابة يبقى لبيها وفيديو التاعي ليوم جديد الشاورمة شاورمة في البيت يعني طوب رائعة وبنينا ما نحكي لكم شلدة يعني ستقوني والله جربوها في البيت يعني غادي ما تخطيكم مش تقولوا دايما تحتمدوها شابة بنينة يعني ما نحكي لكم مش قلتلكم يعني طوب 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 شاوركم تشوفوا بأم عينكم كيفاش خرجتلي لهنا يا أنا درتها بسيطة درتها ما درتش معها يعني يحتغل البصل والشاورمة والخبز وأنتم أحرار تحبوا تدلوا معها الكاتشاب تدلوا معها تدلوا معها المايونيز تومية كل واحد وكيفاش يحبها معها أنا حبيتها بسيطة هاك وما كنتش محضرة يعني المايونيز إن شاء الله غادي ننزل معكم بطريقة المايونيز المهم حابة يبقى بيك كما لكم تشوفوا هناك شوفوا كيفاش جاتني لدى ما نقول لكم مش يعني روعة 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 وننصحكم بأكل البصل لأنه مقوي هو والتوم مفيد المهم مقوي الجهاز المناعة حابة يبقى بيك كما لكم تشوفوا شوف هنا الشاورمة في البيت بطريقة جديدة سهلة بسيطة وكل تقدروت تخدموها في رمشة عين يعني ما تكلفكش في مواد سهلة بسيطة موجودة في كل البيت ونتمنى إن شاء الله تخدموها وتستفدو بها وتستفدو بهذه الطريقة وتردو لي رأيكم قد لكم هايا كيفا جات كتا على المحلات يعني بدل ما تروح تشري صندويتش ولا يعني ولا أولادك ولا عائلتك ولا وهذا رمضان تقدري تديريها يعني سهلة بسيطة شوفوا كيفا جاتني لهنا يا سهلة ما فيهاش حاجات يعني شوفوا كيفا جات روعة روعة وبنين ما نحكي لكم شو ستقوني بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله أنا كان عندي هنا صدرين تعداجاج لهنا يا هنا واش نحضر درت الكركب درت شوية قصبر درت شوية سكنجبير كل التوابل الحار الفلفل الحار الفلفل الأحمر يعني الفلفل العكري أو المسحوق الفلفل وزيت الزيتون وملعقة طماطم مصبرة ها هي هنا يا نعود لكم التوم المطحون الزنجبيل كل كل التوم يعني كل شي كل شي معاهم يعني الفلفل الأحمر البابريكا ومعهم ملعقة طماطم مصبرة هنا تحلوا للصدر الدجاج على شكل شرائح كما راكم تشوفوني ندير الطريقة أمامكم هنا يا وتعودوا تاني تحلوها بالجهة المعاكسة باش تقدر يعني تشربوا لكم كل هذيك المواد كما راكم تشوفوا له هنا يا هنا حبا يبقى لبي وش غادي ندير نجيب ورق الطبخ نرصها فيه كما راكم تشوفوا سهلة طريقة يعني وتحاولوا تديروا يعني استوانا ها هي الهناية وما تخلوش اللحم يكون جيها يعني غليظة وجيها رقيقة لازم يكون متساوي وتغلقوا من الجوانب هنا يا وتتضغطوا ها هي الهناي كما راكم تشوفوا هاكا وتخلوه وتديروه في المجمد وتديروه في المجمد يعني ليلة ليلتين أنا صراحة نكون صراحة معاكم بقاش حال من يوم لانو ما كنتش مستعملات هداك اليوم وهنا هنا نصحكم كي تخرجوا من المجمد تقطعوه رقائع يعني مدم هم تلج بكون سكين حاد وحداري يعني كونوا منتبهين أنا هنا شوية التهيت في البيت وخليت هنا يا شوية كشغل داب هداك التلج هنا تحاولوا تقطعوه رقائح عفوا شرائح رقيقة رقيقة هنا باش تعطيكم لدة عشاورمة ويكون الزيت هنا ساخن وتنقصوا لدار درجة نار متوسيطة لهنا كيما راكم تشوفوا راني نقطع فيه لهنا يا سهلة طريقة سهلة بسيطة يعني وتخدميها في رمشة عين تمنى تجربوها ان شاء الله وما تنسوش دائما تشتركوا في قناتي وتخلوا لي لايك من يديكم الحلوين من يديكم الحلوين تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ان شاء الله بسوشكم كل جديد ان شاء الله وبرتاجوا لي الفيديو عن ناسكم وحبابكم هاي هنا القليان هنا القليان هنا القليان خفيف لانه اللحم راقيق شرائح ما يشدكش يعني قتلك يعني هاي لهنا طريقة سهلة بسيطة نعود لكم حبيب قلبي صدور الدجاج تقطعوها يعني تقطعو الصدر على شرق الرائم شي تقطعوه لازم يكون ميبقى مرتابط مع بعضو بسحف التقطع لازم يكون يعني مفتوح باش هاي كل التكبيلة تدخل التكبيلة واش فيها حبيب قلبي فيها ملعقة طماطة مصبرة ملعقة فلفل احمر يعني بابريكا فيها الثوم الفاودر او الثوم العادي عفوا للمحصل الملح الكمون الكمون يعني كل التواب الزنجبيل يعني كل التواب وزيت الزيتون وتخلقين كل هذا الفضر الدجاج وتعاودي تلسيه في ورقة طفل وتخليه ليلة كاملة يعني او ليلة يعني او حبل اللي كمحتاجاته كل مجمد كل مثلا احسن يعني ام بعد خرجه من التلاجة وتقطعها شرائح رقيقة يعني ها هي كما نشوفكم ها هي هنا مو تسكنيج كيمتاع الشاورمة يعني كيمتاع بره لدى يعني ما نقولكم وديروها في الخبز اللي حبيتوا تدويس حبيتوا يعني تطلوها يعني انتموا احرار كل واحد يختار طريقة اللي تعز به طريقة اللي كريحة ها هي نقليتها امامكم لهم يا حبيب قلبي راكم تشوفوا اهيان احنا امامكم مناشا نقولوا استخدوا من الطريقة طريقة سهلة للشاورمة يعني بلا ما تروحي عند المحل بلا ما ترحي عند المحل بلا ما تتطلوية يعني سهلة سهلة بسيطة قدموها في البيت وجربوها اكيد 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 اعجبكم ان شاء الله اشتركوا في القومنت وفعلوا لي الفيديو باللايفات وإلى اللقاء في فيديوهات ان شاء الله